موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية بنك صفوة الاسلامي المناصير للزيوت والمحروقات العملاق مش كل من نظف عملاق حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية نستعرض صور الغيوم فبنلاحظ عليها وجود كميات كبيرة من الغيوم هذه الكميات الكبيرة من الغيوم في شرق البحر الأبيض المتوسط وفوق المملكة هذه الغيوم مصاحبة لمنخفض جوي يقترب تدريجيا إلى المناطق إلى شمال شرق جزيرة قبرص وبالتالي يؤثر على المملكة اعتبارا من نهار هذا اليوم ومساء هذا اليوم وهناك جبهة هوائية رئيسية في طبقات الجو العليا تقترب تدريجيا من المملكة ويبدأ تأثيرها بعد منتصف هذه الليلة عند منتصف الليل وبعد منتصف الليل وبناء عليه فإن المناطق التي ستتعرض لتساقط أمطار هذا اليوم هي المناطق الشمالية والوسطى تتعرض لأمطار متفرقة بين الحين والآخر وأيضا تدريجيا تمتد لتشمل معظم المناطق والسبت أو ليلة السبت على الأحد هذه الغيوم الرئيسية المصاحبة للجبهة الهوائية في طبقات الجو العليا تقترب من المملكة وبالتالي يزداد الهطول لغزارة وأيضا تزداد الأمطار شدة في معظم المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وبعض المناطق الشرقية هذه الأمطار هي المصاحبة للجبهة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا لتشمل بعد منتصف الليل وصباح يوم الأحد تقريبا معظم مناطق المملكة لكن يوم الأحد ظهرا تتناقص كميات الغيوم تدريجيا يضعف هطول الأمطار أيضا تدريجيا بحيث أن الأحد بعد العصر وبالمساء يتوقف هطول الأمطار تقريبا تدريجيا لتكون الليلة القادمة ليلة الأحد على الاثنين هي ليلة تقريبا صافية وباردة الدرجات الحرارة المتوقعة بناء على هذا المنخفض الجوي بنلاحظ أن هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة معظم المناطق الجبلية درجات الحرارة حول العشر درجات مئوية ومناطق الأغوار بحدود خمستات ستاشر درجة مئوية ومناطق البادية هذا اللون الأزرق هو يمثل تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة يستمر تأثيرها على المملكة يوم الأحد ويوم الاثنين يوم السبت ويوم الأحد عفوا ويوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد بنلاحظ أنه فيه هناك انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة الحرارة العظمى بتوصل بحدود 12 درجة مئوية هي أقل من المعدل حوالي 4 إلى 5 درجات مئوية أجواء باردة غائمة ماطرة على فترات والصغرى بتكون الأجواء أثناء الليل باردة وغائمة ويتشكل الضباب ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والصغرى المتوقعة 5 درجات مئوية يوم الاثنين الأجواء مستقرة وبالتالي يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى المتوقعة 13-14 درجة مئوية والأجواء أثناء الليل ما بين صافي وغائم جزئي والصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية الثلاثة ارتفاع كبير وملموس على درجات الحرارة أجواء مشمسة بوجه عام يتخللها ظهور بعض السحب والعظمى المتوقعة 18 درجة مئوية أعلى من المعدل بقليل والأجواء أثناء الليل صافية تميل قليلا إلى البرودة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة يوم الثلاثة 10 درجات مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة إذن منخفض جوي يؤثر على المملكة يومي السبت والأحد يؤدي إلى انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة وهناك جبهة هوائية باردة في طبقات الجو العليا تأبر ليلة السبت على الأحد تؤدي إلى سقوط مزيد من الأمطار وغزارة في الأمطار تكون خاصة في المناطق الشمالية والوسطى مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا تؤدي أحيانا إلى ارتفاع منسوب المياه خاصة في المناطق المنخفضة وجريان بعض السيول في الأماكن المنخفضة وأيضا الطقس يوم الأحد وطقس بارد درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح وإن شاء الله اعتبارا يوم الاثنين والأيام الذي تليه يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة أعزائي المشاهدين لكم تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة